مساء الخير، نهار اليوم كانت الأجواء الصيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ووصلت العظمى في عمان 30 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة في أغلب المناطق توصل درجة الحرارة إلى 20 درجة أما الرياح شمالية غربية غدا ويومي الثلاثاء والأربعاء استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة نهارا ولطيفة إلى معتدلة ليلا في أغلب المناطق وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع درجات حرارة حول الاربعين مئوية توصل درجة الحرارة منها لتساعة وعشرين وبالليل تنخفض لعشرين درجة بننتقل درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظماء اليوم غد في باقي مناطق المملكة بتسجل درجات الحرارة في إربة 22 وغدا 32 عجلان أجواء صافية 20 وغدا 30 جرش 21 وغدا 32 وأجواء صيفية المفرق 20 وغدا 32 زرقاء 22 وغدا 33 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في الصلط 21 وغدا 30 مادبا أجواء صافية 20 وغدا 31 مطر ملكة علياء 18 وغدا 32 وأجواء صيفية البحر الميات تبنيه 20 وغدا أجواء شديدة الحرارة 40 الطفيلة 20 وغدا 29 الكرك 20 وغدا 30 درجة معان 20 وغدا 30 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 29 وغدا 40 نهاية برويشد 24 وغدا 37 درجة إذن ملخص التقس خلال يوم الأيام القادمة أجواء صيفية اعتيادية نهارا وتقس لطيف ليلا وأجواء حارة في العقبة وإلى أخبار التقس والمناخ عالميا فقد أدت الأمطار الغزيلة التي هطلت على سدن أكبر مدن أستراليا إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة وغمرت المياه مساحات واسعة من المدينة وأصدرت خدمة الطوارئ توصية لسكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم محذرة من هطول الأمطار حتى يوم غد الأثنين حيث تعرضت سدني إلى أربع أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر تموز بالكامل أما في الصين فقد ضرب الإعصار تشابة الساحل الجنوب للبلاد وجلب معه أمطار غزيرة ورياحا قوية مما أدى إلى إغلاق الموانئ وتعليق رحلات الجوية وكذلك رحلات القطارات في البلاد ويعتبر هذا الإعصار هو الأول من نوعه هذا العام في الصين وفي السلفادور تسببت العاصمة الاستوائية بوني بفيضانات مع مرورها بمناطق في أمريكا الوسطى مما أسفر عن مقتل شخص ودفع السلطات إلى إخلاء عدد من السكان في الأماكن المتضررة ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عود إليك مهند شكرا مريان